اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تجهيز 850 ألف هكتار ويمثل صغار الفلاحين منها ما يزيد عن 80% في هذه المناطق تجهيز 850 ألف هكتار بالري بالتنقيط إلى حدي الآن وتواصل الوزارة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر المجهودات بهدف مضاعفة النجاعة المائية ودعم استدامة الفلاحة المسقية عبر عدة مشاريع ومقاربات أولا توسيع برنامج الري بالأنظمة المقتصدة للماء وهذا هدف فيه الأسبقية لبلوغ مليون هكتار في أفوق 2030 وان شاء الله سنفوت هذا العدد متابعة توسيع الري بسافلة السدود المنجزة أو اللاهية مبرمجة على مساحة 70 ألف هكتار مواصلة برنامج إعادة تأهيل دوائر السقي الصغير والمتوسط على مساحة 200 ألف هكتار وتعمل الوزارة على الرفع من العرض المائي عبر مشاريع مهيكلة كتتمحور حول أولا السريع بتشيد السدود من طرف وزارة التجهيز والماء للرفع من سعة التخزين إلى 6 مليار متر مكعب إضافية مشاريع تحويل المياه والربط بين الأحواض المائية في إطار تعاقدي مع وزارتي الداخلية والتجهيز والماء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتي ستمكن من توفير حوالي مليار متر مكعب إنشاء محطات لتحلية مياه البحر للسقي في الأفق 120 ألف هكتار لحماية واستدامة الري في بعض الأحواض الزراعية وإنشاء أحواض جديدة كل هذه المنجزات ستمكن القطاع الفلاحي من تعبئة مخزون ماء استراتيجي يناهي 3 مليار ديال متر مكعب كأساس لتحقيق السيادة الغذائية ومنذ انطلاق استراتيجية الجيل الأخضر بلغت ميزانية مجموعة الاستثمارات في مياه السقي 28 مليار ديال الدرهم فيها 8 مليار ديال الدرهم مخصصة للسقي الموضعي برامج السقي الموضعي ومن 2020 اليوم عملنا 209 ألف هكتار و20 مليار ديال الدرهم لمشاريع توسيع المساحات وتحديث القنوات وتحلية مياه البحر ما يخص الموسم الفلاحي الحالي كي يمر الموسم طبعا في ظرفية جفاف حاد يعني الظرفية باقية صعبة جدا وهذا الجفاف اللي هو مستمر لعدة سنوات واللي كنقول بانه هي ظرفية استثنائية لانه مشي تحولة مناخية ولكن اختلالات مناخية فنسبة ملء السدود الحد الآن هي 3.89 مليار متر مكعب هذا السدود الموجهة للفلاحة اي نسبة 28% الملء حيث ان مجموع الواردات المائية الى السدود الفلاحية لهذا الموسم لا تتجاوز جوز فاصل 4 مليار متر مكعب يعني 76% العجز مقارنة مع سنة عادية و21% النقص بالنسبة للسنة الماضية يعني هذا الشيء ديال الامطار اللي كتهبط والواردات اللي يمكن تجي منها وتمشي للسدود يلا هزوش فاصلة 4 مليار ديال مقارنة مع 24 مليار ديال المتر مكعب اللي كتطيح في سنة عادية الحصة المائية المحددة للرأي الدوائر السقي في هذا الظروف كتبلغ 890 مليون متر مكعب في الإجمال ديالها طول الموسم 98 مليون متر مكعب اللي نقارنها مع الحد الأدنى ديال 3.5 مليار متر مكعب اللي كيكون في السنوات العادية فهذا الشيء كيمتل قل من تلت ديال المتوسط حصة المياه المخصصة في الدوائر السقوية خلال العشر سنوات الماضية على المستوى الوطني وحالة السدود لم تسمح إلا لسقي مساحة ديال 400 ألف هكتار في المجموع فباستثناء حوض اللوكوس كتعرف كل دوائر السقوية عجزا كبير وكتوزع على حساب ربعات ديال المجموعات المجموعة اللولة هي دوائر ريب اللوكوس وتفرطة اللي هو واحد دائرة صغيرة في توريد واللي كتمتل يلا استفلمية من المساحة الإجمالية لدوائر السقي الكبير هذه المجموعة هذه تخصصت لها مئتين وتسعين مليون متر مكعب يعني عادية المجموعة الثانية فيها دائرة الريب الغرب هذا الدائرة اللي كانت السنة الماضية وما قبل ما فيهاش يعني النقص كبير فاليوم الحصة المألية المخولة للغرب عرف التراجع مهم خلال الموسمين الآخرين وخصوصاً هذا الموسم نظراً لاعتبارات متعلقة بتأمين حاجية ماء الشرب منذ بداية الموسم الفلاحي الله 370 مليون متر مكعب لتخصصات لهذا الموسم وتم الاستعمال لها لحد الآن ٢٩ مليون متر مكعب من هذا الحصة المجموعة الثالثة هي ملوية وتادلة والحوز والزازات والتي تمثل مع الغرب ٥٦٪ من المساحة الإجمالية للدوائر الكبير وتخصت لها حصة مائية ضعيفة جداً لا تتجاوز ٧٠ حتى ٢٩ يعني الضعيفة بالعجز ٧١ حتى ٩٪ بالنسبة للعجز للسنوات العادية فملوية ٤٨ مليون متر مكعب وتستعملات كلها تادلة ١٩٠٠ مليون متر مكعب مليون متر مكعب احتهيات التعملات الحوز ٢٨ مليون متر مكعب كل من دوائر دلتها الساوت العليا والنفيس والحوز الأوسط ورزازات ٤٠ مليون متر مكعب لكل من سهل درعة ودائرة مولاي علي الشريف تم الاستعمال ٣٥ مليون متر مكعب وبقات يلا ٥٠ مليون متر مكعب بالنسبة للمجموعة الرابعة اللي هي دكالة وسوس ماسة وتفيلات واللي كتبت ٣٨٪ من المساحة الإجمالية لدوائر السقي الكبير توقفات عملية الرأي في انتظار تحسن الواردة من الماء وباعتبار الخصاص الحاد الملحوظ في الموارد المائية بغالبية المناطق السقوية كتعمل الوزارة مع الشركات ومع المهنيين خصوصا بالتعاون على اتخاذ تدابير الملائمة قصة ترشيد استعمال المياه لا سيما عبر إعطاء الأولوية لإنقاذ الأشجار المتمرة والزراعة الدائمة تيسير استعمال الموارد الجوفية حسب الوضعية المائية لكل فرشة خاصة لإنقاذ الأشجار وهذا ما قال السيد المستشار المحترم بالنسبة للأتقاب المائية فأنا مع السيد وزير التجهيز نحن ذكرنا هالأيام الأخيرة على هذا الموضوع لأن وكالة الحوض المائي هي اللي تتكلف بهذه العملية باش ينمشيوا يعني يكون تدبير على الصعيد المحلي وكل يعني دائرة على حداه باش ما يكونش عندنا واحد تعميم وكنا حاولوا يعني على باش نلقوا الحلول خصوصا فيما يخص الإنقاذ ديال الأحواض ديال الأشجار المثمرة عندنا كذلك تتبع تطور الوضعية المائية على مستوى ديال الأحواض يعني كل أسبوع ومع الإخوان ديال وزارة تجهيز والماء باش نشوفوا إعادة النظر فيما يخص يعني الحصص وكل ما تجد شي حاجة في شي صد كان عودوا إعادة النظر في الحصص ديال الري مراجعة مساحة الزراعات الصيفية حسب الوضعية المائية للدوائر وطبعا إعطاء الأولويات الزراعات التي هي أساسية بالنسبة للسوق الوطني والمتابعة طبعا للجهود تحسين خدمة ديال الماء والاستعمال ديالها عبر الرفع من الاعتماد والعصرانة ديال الشبكة ديال الري والصيانة ديالها وكتعمل الوزارة كذلك من خلال المكاتب الجهوية الاستثمار الفلاحي على تحسين خدمة ديال الماء وتكثيف التواصل مع الفلاحين للتنسيق من أجل ضبط حاجة المزروعات المبرمجة من الماء وبعض الحالات كنك توفيه بالرأي التكميلي وذلك من خلال إجراء متابعة ميدانية لحالات المزروعات بالدوائر السقوية ولن نقول بأن الله يرحمنا في هذا الصيف إن الحالة جدا صعبة اليوم هالشي اللي كيتنتج رهب واحد المجهود كبير ديال الفلاحة واحد ضغط كبير واحد الانخراط ديالهم فالبرامج ديال الأولويات اللي جات بها الحكومة وخصوصا فيما يخص الخضر واللي كما كتعرفوه عملنا ذاك الدعم لتخفيض من الكلفة ديال إنتاج ديال الخضر الأساسية ويعني الحالة نتمنى والله الموسم المقبل يبدأ في ظروف أحسن ويرحمنا الله في هذا الصيف إن شاء الله ببدي زراج واللي يمكن تبدل الحالة شكرا لا تنساوش تابنوا وخلاشين وتأكتبوا وجارس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبرس وتبرتجوا مع أصحابكم